ربنا وبتعبد ربنا وبتدعو ربنا سبحانه وتعالى حتى والناس يا الناس تعالوا هذكركم بقى منظر جميل ديك بيذكر الله ديك ده ايه حكايته ديك ده ايه اتظلم اما جات هوجت وموجت انفلوانزة الطيور خدوا عاطل مع باطل خدوا الطيور المريضة والطيور السليمة رخرة خدوها يتبحوها او يحرقوها او غيره الحملات اللي نزلة دي ما فرقتش بين يعني فرخة سليمة ديك مريض لحد ما راحوا للمكان الطيور اللي فيه سليمة ما فيهاش حاجة فاخدوها علشان يعدموها تفتكروا ديك ده عمل ايه ديك ده لم يجد الا ذكر الله لم يجد الا الاعتصام بالله لم يجد الا ان يلجأ الى الله سبحان الله العظيم تعالوا نشوف هذا المنظر الطبيعي والله العظيم طبيعي ولم نتدخل فيه تعالوا نشوف هذا المنظر لما اخدوه علشان يعدموه شوفوا حيعمل ايه هذا الديك وقد يبكي الفصيح الاعجب اخدوه شفتوا المنظر يمكن النشيد مخب عليه شوية هو المنظر طبيعي جداً هسمعهجكو بقى طبيعي من غير النشيد خالص يعني يا ريت يا سيد بطريقة تجيبلي اللقطة اللي بعدها علشان وهتلاحظوا ان ربت البيت بتكلم ابنها لما فجأت ان الديك بيذكر اسم الله عز وجل قالت له صوره صوره بسرعة وتعالوا نسوف ونسمع الحوار اللي كان بين الام وبنها الله 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 مثال الله وقت المصيبة وقت الابتلاء يعني سبحان الله العظيم ده اقل يعني